ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله للتري الأول بالمملكة الإسبانية أمانشيو أورتيغا فيما حدث قبل أن تعود وتحذف الفقراء الخاصة بهذه الشركة دون تبيان أسباب هذا الحدث الشركة المذكورة تنتج عدة ماركات عالمية شهيرة للألبسة مثل بولندبير وبريشكا وزارة ولديها أكثر من 150 فرعا بالمغرب تشغل أكثر من 64 ألف عامل متهمة بارتكاب تجاوزات لقانونية لكونها تلجأ إلى التعامل مع المعامل التي تشتغل خارج القانون وتصفها السلطات المغربية بالسرية عندما يكون الطلب مرتفعا على منتوجاتها لمساعدتها في عملية التصنيع رغم أنها تعرف الظروف اللا إنسانية التي يشتغل فيها العمال فضلا عن التكلفة المنخفضة والتهرب الضريبي اللدان تستفيد منهما الشركة بالارتماء في هذا الاقتصاد الأسود ما نشرت إل بايس من معطيات حول أندي تكس للنسيج أشغل الوسائط الاجتماعية الإسبانية بدعوات لمقاطعة منتوجاتها وهي الشركة نفسها التي كثيرا ما أتارت الجدل داخل إسبانيا من المواطنين ومن أهل السياسة ولعل أبرزها دعوة حزب بوديموس المتطرف قبل عامين الحكومة بعدم قبول المساعدات التي منحها أورتيغا لقطاع الصحة متهما إياه بتلميع وجهه خاصة أنه متهرب من دفع الضرائب التي تصل إلى 33 مليون يورو نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب